كما استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على المستويين المحلي والعالمي وخلال اجتماع مجلس الوزراء شدد مدبولي على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات مشيراً في الوقت ذاته لأن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات وأن هناك ملايين الجرعات تمتلكها الدولة حالياً